والزبحة الصدرية مش زي ما الناس فهمة لازم تجي سكاكين وحاجة بتقطع في سدري لا ده اسمه الوصف النمطي typical angina الحقيقة الزبحة الصدرية غير النمطية بتبقى اكتر من النمطية يعني ممكن هذا مرتياح بسيط جدا ودي تبقى زبحة صدرية يا دكتور بص يعني حاجة كده خنقاني على بسيط اقوله دي زبحة صدرية لكن ليه زي الكتابة اللي هي بتقطع في السدري والسكاكين وكد في الشمال تقل ودراعي منمل وزوري مخنوق وبتسمع في السنان توجد لكنها توجد في افراد قلائل جدا لكن معظم حالات الناس اللي عندها قصور الشرعاني التاجي او تصلب الشرعين او ضيق الشرعاني التاجي ده غالبا ما بيجيش الطريقة النمطية اللي هو الوصف اللي هو زي الكتاب بتيجي chest discomfort عدم ارتياح او oppressive حاجة كده خنقاني يا دكتور ده انا احترم هذه الشكوى جدا وزي ما قلتلكم قبل كده وبعلمها للشباب الأطباء لابد ان تحترم اوجاع القلب او اوجاع الصدر يعني اللي يجي لك يشتكي من وجع في ستره ده وخاصة لو انت عارف ان عنده تاريخ بالنسبة لمرضي القلب او عنده تاريخ عائلي او عنده ضغط الدم مرتفع او عنده السكر مرتفع او عنده الكوليسترول عائلي لازم تحترم شكوى الوجع او عدم الارتياح او الخنقة ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لما باجي اتأمل في كتاب الله عز وجل اجد انه وصف الزبحة الصدرية وصف نمطي جدا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لما بيكون الصدر فيه ضيق وحاجة مقفولة كده هو الناس تيجي تقولي كده هس فيه حاجة افلة هنا كده عدم ارتياح ده الوصف بتاع الزبحة الصدرية المولى عز وجل ودي اعجاز علمي في القرآن قال صدروه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الناس اللي بتصعد الارتفاعات العالية مثلا زي جبال الهملايا بتقلي نسبة الاكسجين في الجو فبالتالي بيحس بالخنقة زي خنة الزبحة الصدرية بالضبط وصفها المولى عز وجل وصفا يعني علميا دقيقة جدا وما ينتق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما فرطنا في الكتاب من شيء وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فالتأمل في القرآن والإعجاز العلمي في القرآن ده حقيقة وكان المولى عز وجل يستطيع أن يملي على جبريل أو على المصطفى صلى الله عليه وسلم التفسير بتاع كل آية وكل كلمة يقول له بص على الهامش اكتب دي معناها كذا على الهامش اكتب دي معناها كذا على الفهرس ايام الملخص لا هو جعل النصوص مفتوحة وجعل القرآن أفلا يتدبرون القرآن عايز الناس تتدبر وتتأمل وعملية سنريهم آياتنا السين تعني المستقبل والمستقبل من أيام المصطفى سنريهم وأيضا سنريهم عندنا لسه في حاجات تانية لم نكتشفها والعلم كل يوم هو جديد يعني كان زمان يقول لك السنة اللي فاتت بيقوله كذا الجايد لاينز في الطب حتى بقى معدل التقدم والتطور كل يوم بيختلف عن اللي قبله يعني المرجاش الدوريات العلمية يوم بيوم يبقى فاته كتير واتأخر كتير لأن الأبحاث على مدار الساعة وما الأبحاث تتبين عظمة المولى عز وجل في كتابه المقرؤ اللي هو القرآن وفي كتابه المنظور اللي هو الكون سنريهم آياتنا في الأفاق ده الكتاب المنظور أنت تقرأ في هذا الكتاب المنظور في الكون في الشمس في الكواكب تقرأ عظمة المولى عز وجل وفي كتابه المقرؤ اللي هو القرآن تتأمل أيضا في آياته وترى الإعجاز بتاع القرآن سواء الإعجاز العلمي أو الإعجاز التركيبي اللغوي الذي تحدى به البشر ليس البشر فقط الإنس والجن يعني في الأول يتكلم على أنه بمثله وفي الآخر يستطب صورة بقى هاته صورة بس أصغر صورة ثلاث آيات لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا النص المعجز نرجع لموضوع النهاردة وهو القلب والصيف وقلنا أن الزبحة الصدرية التي وصفت في القرآن دي وتتكلمنا عنها بتزيد قوي في فصل الصيف لذلك الناس اللي عندها قصور الشرين التاجي لازم تاخد سوائل بكمية كافية ترجمة نانسي قنقر